أحسن الله إلي يقول السائل هل تصح صلاة الترويح جالسا لمن كان مريض يقول هل تصح صلاة الترويح جالسا لمن كان تعبانا أو مريض وهل هذا قول أبي حنيفة صح صلاة الترويح جالسا نعم النافلة تصح من الجالس حتى ولو كان غير مريض ولو كان قويا تصح النافلة من الجالس أما الفريضة لا تصح إلا بالقيام لأنه ركم من أركان الصلاة ألا في الفريضة ولا يجلس إلا لمرض قال صلى الله عليه وسلم يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب هذا في الفريضة أما النافلة فإن صلىها قائما فهذا أفضل وإن صلاها جالسا فلا بأس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي صلاة الليل وهو جالس عليه الصلاة والسلام شكرا شكرا